أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية بانتاجون بات رايدر أكد أن الولايات المتحدة ستبشر قريبا بناء ميناء عائم قبالة سواحل غزة وذلك بهدف تسهيل إصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع وقال رايدر أن السفن المحملة بالمعدات اللازمة لبناء الميناء العائم والرصيف البحري الذي سيخدمه وصلت إلى البحر المتوسط مضيفا أن جميع السفن الضرورية موجودة في منطقة البحر الأبيض المتوسط وهي على أهبة الاستعداد لتنفيذ المهمة